عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الاعتيادي في مكتب رئيس تيار الحكم الوطني عمر الحكيم وبحضور رئيس الوزراء محمد الشعى السوداني وأطلع السوداني الإطار التنسيقي عن زيارته إلى نيويورك التي أقيم فيها الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة وأكد الإطار ضرورة العمل وفق مبدأ الفصل بين السلطات واحترام قراراتها وشددا على التزام العراق بجميع التفاهمات والقرارات الدولية التي تنظم العلاقة مع دول العالم والمنطقة على المستويات المختلفة وعرض الاجتماع آخر استعدادات قوى الإطار التنسيقي لخوض الانتخابات داعين المواطنين إلى مشاركة واسعة لاستكمال المشاريع الخدمية في محافظاتهم